اهلا بكم بيبدأ في المنى ببنت اسمها ريتشيل وبتركب القطر كل يوم اللي بيروح بيها على لندن عشان شغلها وكل يوم وهي ركبة بتكون مهووسة ببيت لازم تبص عليه وبيسكنوا ست جميلة اسمها ميجن ريتشيل نفسها تعيش الحياة اللي عايشها ميجن مع زوجها ريتشيل مطلقة من واحد اسمه توم عشان كده مفتقد الحب والاهتمام وبقي جزء من حياتها انها لازم ترائب بيت ميجن واوقات بتركب القطر مخصوصة عشان تشوفها الحزن وصلها انها تكون مدمنة خمور ودايما ما بتكونش في حالتها الطبيعية وبتقد معظم وقتها في لندن في الرسم وشرب الكحول وبعدها بنتفاجئ ان ريتشيل برضو بترائب بيت طليقها توم واللي متجوز دلوقتي من ست تانية اسمها انا ومعهم طفل رضيع وبيكون بيتهم جنب بيت ميجن والروح لميجن اللي بتكون حياتها مش سعيدة ومثالية زي ما ريتشيل متخيلة وانها تنقلت من ست شهور مع زوجها لمنطقة هادسون واللي كانت بالنسبة لها منطقة هادية ومملة واللي بتكون رفضة انها تكون بالنسبة لزوجها عبارة عن مصنع اطفال وتعيش حياة تقليدية بعكس زوجها اللي كان بيتمنى يجيب منها طفل عشان كده افتكر انها لما تشتغل مربية اطفال هتساعدها تحبهم وتخلف وبنشوفها وهي قاعدة مع طبيبها النفس وبتحكي له الكلام ده وبتقوله انها مش بتحب الاطفال خالص وبتقرف من نظافتهم وبعدها بنروح لبيت انا وطليق ريتشيل توم وهنا بنعرف ان ميجين بتشتغل مربية لطفلتهم الرضيعة وفي اليوم ده ميجين بتبلغها انها هتسيب الشغل عندها لانها جات لها وظيفة مديرة معرض وبتنفعل انا لانها حست ان ميجين بتتعالى عليها وبتقول لها ان تربية طفلها اهم من المعرض لكن ميجين بتتضايق منها وبتسيب لها المفاتيح وتمشي وبيرجع تم من الشغل وبيقول لها انهم هيحتفل ابعيد ميلاد بنتهم النهاردة وبيعرف من انا ان ميجين ثابت الشغل وبيستغرب انها عملت كده ونرجع لريتشيل اللي بتشوف طليقها وانا وهم بيحتفلوا بعيد ميلاد بنتهم وده بيخليها في حالة نفسية سيئة اكتر وبالليل بتكون ريتشيل سكرانة كالعادة وبتتصل بتوم عشان عيد ميلاد بنته لكن صاحبتها كاسي بتمنعها وبتحاول تخليها تهدى وبتدخلها ترتاح في قضتها وبتنصحها تنسى توم طليقها عشان تقدر تكمل حياتها وبتفتكر نفسها زمان لما كانت مع توم في المستشفى وقتها عرفت ان مسألة حملها مستحيلة وحتى محاولات الحقن المجهري فشلت اكتر من مرة تاني يوم ريتشيل بترقب ميجين كعادتها لكنها بتتفاجئ بوجود رجل تاني معها غير زوجها فبتحس بالغضب لان ميجين بتضيع حياتها المثالية من وجهة نظر ريتشيل وده فكرها باول مرة اكتشفت خيانة توم لما قارت ايميلاته مع انا اللي هي مراته حاليا حالة ريتشيل المضطربة بالاضافة للسكر اللي هي فيه خليها تنزل من القطر وتروح تواجه انا اللي اصلا ما تعرفهاش وبتشوف ميجين ماشية فبتنده عليها وبتصحى ريتشيل تاني يوم في بيتها وجسمها مليان دم ومش فاكرة ايه اللي حصل امبارح وبتلاقي ارسالة على تليفونها من توم بيقولها انه مش هيحميها تاني وانها لو اتصلت بي او بقى انا تاني هيبلغ البوليس في الطريق للندن واثناء ركوبها القطر بتحاول ريتشيل تفتكر ايه اللي حصل بالليل لكنها بتنام وبتحلم انها قتلت انا وبتقرر ريتشيل انها تروح جلسات علاج لمدمين الخمور وهناك بتقولهم انها صحية النهاردة لقيت هدومها غرقنا دم وان كالعادة طالقها توم هو اللي بيفكرها باللي عملته في اليوم السابق وهي حاليا عايزة تفتكر لوحدها الوقت الضيع ده حصل في ايه ولما رجعت ريتشيل البيت بتتفاجئ بمحققة شرطة جات عشان تستجوبها في بلاغ اختفاء ميجين وبتسألها كنت فين امبارح فبتقول لها ريتشيل انها كانت رايحة تزور طلقها لكن بعد ما نزلت من القطر رجعت في كلامها ورجعت البيت فبتسألها نزلت من القطر الساعة كام وريتشيل بتقول لها نزلت من القطر الساعة 6 فبتسألها ورجعت البيت الساعة كام فبتقول لها ريتشيل الساعة 11 والمحققة بتقول لها والفترة الكبيرة اللي في النص كنت بتعملي ايه فبتسكت ريتشيل وما بتلاقيش حاجة تقولها لانها مش فاكرة وقتها بتتفاجئ كاس صاحبة ريتشيل من كلام المحققة لما بتقول ان ريتشيل اترفضت من شغلها من اكتر من سنة بسبب انها بتشرب خمور كتير وانها بتركب القطر كل يوم في رحلة من غير هدف وبعد ما المحققة بتخرج بتوجهها صاحبتها بكتبها وبتطلب منها انها خلاص سيب البيت وانها مش هتقدر تساعدها تاني بعدها بتجري ريتشيل عشان تلحق المحققة وبتقول لها انها وهي ركبة القطر شافت ميجن بتخنزجها مع واحد تاني لكن المحققة بتكون شايفة ان كلامها مش منطقي وبتنصحها ما تتعرضش البيت توم طالقها تاني ولا لمراته وبتقول لها ان انا زوج الطالقها قدمت فيها بلاغ انها بتتصل بيها وبتجي البيت من غير استقزان وبتنصحها انها ما تروحش البيت ده وتبطل تتصل بهم تاني تاني يوم بتتصل ريتشيل بسكوت زوج ميجن وبتدعي انها عندها معلومة بخصوص قضية اختفاءها وبيستقبلها سكوت وبتدخل البيت اللي فضل اترقبه شهور لأول مرة وبتقول له ريتشيل انها بتركب القطر وبتعد كل يوم من قدام بيتهم وانها يوم اختفاء ميجن شافتها مع راجل غريب وبيعرض عليها سكوت صورة الطبيب النفس الميجن وبتتعرف عليه ريتشيل وبتقوله انه هو ده الراجل اللي شافته معاها ونتيجة لده بيتم استجواب الطبيب النفسي كمشتبه فيه في قضية اختفاء ميجن وبعدها بيطلب سكوت انه يقابل ريتشيل في بيته ولما رحيت له قال لها ان الطبيب النفس تم الافراج عنه وان الطبيب الف شهدته بعد استجوابه ان ميجن كانت بتشتكي منه وانه متسلط وعنيف وده طبعا حطه هو نفسه في دايرة الاشتباه في اختفاء ميجن مراته واسناء خروجها من بيت سكوت بتشوف طوم طالقها وانا مراته راجعين لبيتهم وبتقول ريتشيل لطوم ان مراته ضربتها في النفق لكنه بيقول لها انت اكيد كنت سكرانة وان ده ما حصلش وبعدها بتروح ريتشيل للطبيب النفسي عشان تتأكد من علاقته باختفاء ميجن لكن بتنتهي الجلسة وريتشيل بتحكيله عن مشكلتها مع زوجها السابق وفشل محاولاتها انها تخلف لحد ما ادمانته الخمور وان ده تسبب في خيانة زوجها ليها وطلقها وانا بعدها قررت انها تقدم بلاغ راس من المحققة في ريتشيل وده عشان بتتصل بيها وبزوجها وبتبعت لهم رسائل وكمان اتهموها انها كانت عايزة تخطف بنتهم الرضيعة لكنها كانت رايحة عشان كان نفسها تحضنها وبس وقتها لما انا شافتها سابتها على الارض وجريت وبعدها بيفتكر الطبيب ان في مرة ميجن جات له في نص الليل وكانت في حالة وحشة وطلبت منه تحكيله حاجة مهمة وقالت له وقتها انها كانت بتحب واحد اسمه ماك وكانت عايشة معاه في بيت بسيط وانجبت منه طفل وكانت بتحب الطفل ده جدا وفي مرة دخلت تستحمها واخدت الطفل ده معها في حضنها لكن غصب عنها نامت والطفل تزحلق من حضنها وغرق في البني ومن غير ما تحس وقتها نهارت وخرجت تجري في الشارع عريانة لكن بعدها دفنته هي يومك في الغابة وبنعرف ان ده السبب اللي مخلي ميجن متوترة وما بتحبش تقرب لاي طفل ولا عايزة تنجيب تاني وبعدها بيتم العصور على جسة ميجن مقتولة وريتشل بترجع بيتها وبتتفاجئ ان سكوت مستنيها هناك وبيقول لها الفحوصات اثبتت ان ميجن كانت حامل وانه هو مش الاب ولا حتى الطبيب النفسي وبيقول لها انت قلت انك صديقتها يعني تعرف كل حاجة عنها وعايز يعرف مين الرجل التالت اللي كان في حياتها وبيقول لها انها ورطته لما خلته يتقدم ببلاغ ضد الطبيب النفسي لان الطبيب عارف كل حاجة عنه من خلال ميجن وبيتعصب عليها وبيقول لها ده خليه مشتبه فيه بقتل ميجن وبعدها بتروح ريتشل للمحققة عشان تقدم بلاغ في سكوت وانه هو اللي قتل مرضه لكن المحققة بتقول لها ان سكوت خرج من دائرة الاشتباه لان كاميرات المرأبة اثبتت انه كان بعيد عن البيت ومختفاء ميجن وبتركب بعدها ريتشل للقطر وبتقابل مارسة مرات رئيس توم في الشغل ووقتها بتعتذر لها ريتشل لما تعصبت عليها وهي في بيتها لما كانت متجوزة توم وده لانها كانت سكرونة وساعتها توم قال لها انه ترفض من الشغل بسبب اهانتها المارسة لكنها بتتفاجئ بكلام مارسة انها ما عملتش حاجة في اليوم ده وان زوجها ترفض لانه شخص سيء وده معنى ما كانش بسببها هي وبتعرف منها ان زوجها توم كان بيضربها اثناء الشرب وهي سكرونة وده اللي بيفسر وجود دمه والاصابات اللي في جسمها تاني يوم وريتشل ما بتكونش فاكرة حاجة وبنروح لقانا زوجة توم الحالي وبتشك ان زوجها توم بيخنها وبتلاقي في شنطته موبايل سري وعلى رسائل لست وبتخب تلفونه وبتتصرف كأنها ما عرفتش اي حاجة وبنروح لريتشل اللي بقالها فترة مبطلة شرب الخمور وبدأت تفتكر اللي حصل يوم اختفاء ميجين وبتفتكر انها شافتها وهي رايحت قابل توم طلقها وساعتها توم ضربها لما واجهتهم وريتشل وقتها كانت سكرونة عشان كده نسيت كل اللي حصل وبتفهم ريتشل ان توم هو اللي وراء قتل ميجين وبتستنتج ان الطفل اللي كان في بطن ميجين هو ابنه وانها مرة ريتشل تتخلص منه عشان كده قتلها وبتروح عشان تقول لقانا على المعلومات دي وان توم كان بيخونها مع ميجين لكن انا وقتها كانت رفضة انها تصدقها وفي نفس الوقت بيخرب توم وريتشل بتواجهه بعلاقته بميجين وبيدخلها البيت وساعتها ريتشل وانا بيواجهه كل حاجة اكتشفوها وبتقول له انا ان كلام ريتشل حقيقي لان هي كمان شافت موبايله السر ورسائله لميجين وساعتها انا بتاخد بنتها من توم وتسيبه وبعدها توم بيحاول يخلي ريتشل تشرب كحول مرة تانية لكنها بترفض وبتواجهه بكل كدبه عليها السنين اللي فاتت وبيضغز منها وبيضربها وبيغم عليها لكنها بتفوق مرة تانية وبتحاول تهرب منه لكنه بيلحقها وبيحاول يخنقها ويموتها لكنها بتقدر تفلت منه وبتخرج من باب المطبخ اللي عجنينا وبتاخد في ايديها اكرة الباب وبيجرى وراها وبيمسكها لكن وقتها بتضربوا بالاكرة في رقبته وبيتصاب في نفس الوقت اللي انا شايفهم من فوق وبتنزل تكمل علي وبتدخل الاكرة اكتر في رقبته وتموته وبعدها بنشوفهم في النيابة وبيتواجهوا مع المحققة وبيلاقوا ان كلام انا وريتشل متطبق مع الحقيقة وساعتها النيابة اعتبرت ان اللي حصل ده ادفع عن النفس وخصوصا ان توم اعترف لهم ان هو اللي قتل ميجين وبعدها ريتشل بتزور قبر ميجين وبتقول لها انهم هيفضلوا هما التلاتة مرتبطين مع بعض في قصة واحدة وهنا بينتفل من النهاردة اكيد هيشرفني جدا اشراكك في القناة وتفعيل الجرس واهم حاجة لايك للفيديو اشوفكم في ملخص قادم سلام